هذا واستقبل وزير الخارجية سامح شكري أيضا مبعوث المناخ الصيني شي شينهوا حيث أكد شكري خلال اللقاء على الدور المهم الذي تطلع به الصين في عمل المناخ الدولي وبدورها الرئيسي من خلال مجموعة السبع والسبعين زائد الصين التي أصبحت ذات ثقل كبير في عمل المناخ الدولي متعدد الأطراف كما أعرب شكري عن تطلع لاستمرار التشاور والتنسيق مع الصين في هذا الصدد خلال الفترة المقبلة ومن جهته أكد المبعوث الصيني على حرص بلاده على نجاح مؤتمر كوب 27 مشيدا بتركيز المؤتمر على قضية تنفيذ تعهدات المناخ التي أصبحت تمثل ضرورة ملحة لتحويل الوعود إلى واقع ملموس مضيفا أن تضمين قضية الخسائر والأضرار لأول مرة على جدول أعمال المؤتمر خلق مناخا إيجابيا مع بداية المؤتمر